السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله راجع لكم بفيديو جديد وصفة روعة جدا جدا للشعر مجربة مني شخصين ومكونات موجودة في كل بيت للشعر الخفيف جدا المتقصف الخشن وكمان الشعر ما بيطولش والشعر اللي فيه فراغات كل المشاكل ده تتحلل ان شاء الله من اول اسبوع الوصفة دي سحرية ووصفة هندية تلاصل بس اول قبل ما اقول الوصفة منسيش تعملي باللايك ويتشترك في القناة فعالية جارة عشان يوصلك كل جديد. اول مكون في الوصفة دي هو البصل. البصل طبعا من الحاجات من المكونات الطبيعية المعروفة جدا للمو الشعر بطريقة رهيبة جدا من اول استعمال وفي اغلب وصفات الهندية اللي بيستخدمها في شعرهم لازم تكون تحتوي على بصل لان البصل من افضل المكونات تطويل الشعر وتكسيفه لان هو بيحتوي على تركيز عالي جدا من الكابريت وبينبت شعر الفاق يعني لو كان عندك فراغات بينبتها ومن اول مرة وبيساعد بشكل رائع على تعزيز نمو الشعر بشكل نعم لان هو بيحصن الدورة الدموية بيخليها نشيطة وبيشيل كمان شب الشعر لو انت عندك شب شعر واستخدمت كمان الوصفة دي الشبه يختفي تماما ولو خايفة كمان نطلع لك اللي برضو هيختفي ومش هيطلع هجيب كده اللي انا هعمل فيه الطبق بتاعي واحط دي بصلة كبيرة انا غسلها كويس ومقطعها شرح زي ما انتم شايفين بصلة كبيرة بتاني مكون روع جدا للشعر وهو حبة البركة حبة البركة او الحبة السوداء او السنوج في دول بتسميه السنوج زي المغرب كده وتونس اه بيحتوي على فيتامينات حبة البركة روع جدا برضو للشعر بطريقة سحرية جدا لانها بتحتوي على فيتامينات ومعادن بتحافظ على الشعر وبتعزز نمو الشعر وبتزيل اي اشرة اي اجزيمة وبتعيد نمو الشعر مهما كان الشعر اصلع اه الحبة السوداء دي هتنبت معاك الشعر الخفيف وهتخلي يطول بطريقة غير طبيعية اه وهيخلي شعرك حريش حتى لو كان شعرك اه متقصف خشن اه وبيقي بيرطى فروة الراس جدا وبيقيها من التلف انا هاخد حوالي اه اربع معالق كده صغيرين من السنوج او الحبة السوداء بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده اه حطيت البصلة يعني بصلة كبيرة واربع معالق صغيرين او معالقتين كبار من السنوج او الحبة السوداء اه وحطيت عليهم كباية ونص من المية العادية جدا وهبتي احط احسيبه كده شوية وحطه على النار اه يعني شوية هوريكو دلوقتي انا هعمله ازاي لحد ما البصل يدبل ويصفر وهنصفي بس تعالوا شوفوا معايا انا هعمل ورجعت لكم بعد ما اه غليت الخليط اه سوري الفيديو اللي انا كنت بصور فيه اه طريقة التحضير اللي انا وانا بغليها على النار كده اتمسح فهقول لكم انا عملت ايه انا اه حطيت بصلة كبيرة وحطيت تلات معالق صغيرين من الحبة البركة وحطيت عليهم كباية ونص من المية كباية ونص بالزبط مش اكتر عشان الخلطة تبقى مركزة عندي وحطيتهم على النار لمدة خمس زي بالزبط لحد ما لون البصل بقى شفاف آآ والخليط بقى غامق بالشكل ده كده طبعا انا صفيته وصصة مصفة اي مصفة عندك صفيه كويس جدا بس بعد ما يبرد آآ وما تقلقيش الخليط ده ملوش اي ريحة ريحة حبة البركة يعني غطت على ريحة البصل وبمجرد ما هتخسل شعرك بالشامبو او بالمية حتى لوحدها الريح هتختفي تماما الخليط ده هتعملي ايه هتعبيه هتستني لما يبرد خالص وتصفيه بعد كده هتحطيه في البخاخ انا عامل الخلطة دي مسبقا بستخدمها لشعري في البخاخ ده كده وهتحطيه هتسيمي شعرك مستني يعني الخلطة دي هتحطيها عندك اختيارين يا قبل الشعر بساعة او يفضل ان انت تنامي بيها عادي جدا هتعملي اه هت هتفتحي شعرك هتسيمي شعرك نصين وهتبتدي تبخي من الجدور لحد الاطراف ويدا لكي شعرك كويس جدا يعني بحركات دقيرية كده علشان مسام شعرك تستقبل الخليط ده يعني الخلطة دي. وهتسيبه لمدة ساعة وهدي اخسره عادي جدا بالشامبو. انت هتشوفي نتيجة الخلطة الطحفة دي على شعرك. من بعد اسبوع هتنبت معاكي كل الفراغات وهتطول شعرك بشكل مش طبيعي مش هتقدر تستغني عن الوصفة دي ابدا. الوصفة دي كل اللي جربها شكر فيها جدا ومنبهر بيها. وحلت مشاكل آآ شعر كتير جدا. الوصفة دي زي ما انا قلت لكم دي اتمنى تكون الوصفة عجبتكم نسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.